رحل هو وزوجته وترك خلفهما خمسة أطفال يتمع والسبب سعقة كهربائية داخل منزلهما في ولاد فايت بالجزائر العاصمة التفاصيل بعد قليل أهلا بكم لقي زوجان حدفهما في ساعة متقدمة من نهار اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2020 بعد تعرضهما لسعقة كهربائية داخل منزلهما بحي البلاطو في ولاد فايت غرب الجزائر العاصمة وقائع الحاذث تعود في حدود الساعة الوحدة صباحا واربعين واربعين دقيقة حينما كانت الزوجة البالغة من العمر وحد واربعين سنة تستحم داخل حمام المنزل الذي كان يخضع لأشغال بناء وترميم ولم تنتبه للكوابل الكهربائية التي كانت متواجدة في الحمام فتعرضت لسعقة كهربائية أودت بحياتها في عين المكان وحاول الزوج البالغ من العمر ثمانين واربعين عاما انقذ زوجته ومدها يد العون إلا أن الشرارة الكهربائية والسعقة الكهربائية كانت أسرع منه فأصيب هو الآخر ليسقط جثة هامدة داخل الحمام وترك الضحيتان خمسة أطفال يتامة من بينهم طفلة أو رضيعة صغيرة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر وأربعة أطفال ذكور وفتحت مصالح والامل في ولدفايد تحقيقا في الحادثة فيما نقلت الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن مجسوس من طرف أعوان الحماية المدنية يشار إلى أن الضحية هو يوسف جبالي بن محمد بن رحمة وزوجته سين رحمهما الله إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر